النهاردة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وبدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفاح البر الفريق أحمد خليفة أكد أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة وإن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل شدد على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على ضياقة البدنية العالية لضمان تنفيذ المهام باحترافية عالية فريق أحمد خليفة كان بيحاور عدد من المقاتلين سمع أراءهم واستفساراتهم نقشهم في كل اللي بيدور في أزهنهم من موضوعات تطمن على الحالة المعيشية والإدارية للفرد المقاتل ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية والشرقية الحدود عفوا الشمالية الشرقية وخلال تفقده للقوات استمع لشرح مفصل تضمن الحديث عن أسلوب العمل وتنصيق بين كل التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 24 ساعة وكمان شارك المقاتلين تناول وجبة الغداء داخل نقطة من قط خط الحدود الدولية وأكد على ضرورة تفهمهم لمهمهم المكلفين بها اللي بتعتمد على اليقظة العالية والقدرة على التعامل مع كافة المواقف الطريقة فريق أحمد خليفة كمان نقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي ووزير الدفاع للمقاتلين وصلهم بالحفاظ على المكتسبات اللي وصلنا لها من حالة أمنية مستقرة وأكد ثقت القيادة العامة للقوات المسلحة في قدرتهم وكفائتهم القتالية وتكلم معهم في الحرص وعدم الاستماع لأشائعات اللي تستهدف النيل من الدولة المصرية واللي تحملت كتير في حربها على الإرهاب وتكفيف منابع الإرهاب لحد ما وصلنا لتحقيق الأمن والاستقرار اللي بينعم به الشعب المصري وخاصة أهالي السيناء رئيس الأركان وجه التحية لأرواح الشهداء واللي ضحوا بأرواحهم دفاعا عن أرض سيناء وكمان تابع من مركز عمليات قطاع تأمين شمال سيناء إجراءات فرض السيطرة وتأمين المشروعات التنموية اللي بيتم تنفذها في إطار خطة التنمية الستراتيجية لشمال سيناء أشهد بروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة